رسالة أخرى من العراق السؤال الأول إذا كان المال الحلال مخلوطا بالمال الحرام كيف يمكن أن نجعل هذا المال من المال الحلال الحكم السابق هو استخراج الخمس من المال الحلال المخلوط بالحرام الخمس مباح ما هي الطريقة الشرعية لجعل المال حلالا الطريقة الشرعية أنت ذكرتها في كلامك الطريقة الشرعية إخراج الخمس إلا أن إمام زماننا في زمان الغيبة أباح الخمس إذا حل الأمر إذا كنت تخرج الخمس فيما لو كان الخمس واجبا عليك هذه النية تحلل هذا المال لأن الإمام هو الذي أباح الخمس أنت تريد أن تخرج شيئا من المال كي تنفقه في عمل الخير هذا أمر راجع إليك لكنه ليس واجبا ولا يجوز لك أن تعد ذلك تشريعا الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يعملوا بعزائمه الواجبات وأن يعملوا برخصه وعزائم صاحب الأمر هي عزائم الله ورخص صاحب الأمر هي رخص الله إمام زماننا يريد مننا أن نعمل بعزائمه وأن نعمل برخصه إمام زماننا هو الذي قال لنا في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا الحكم في أصله أن المال الحلال الذي اختلط بالحرام يخمس وبعد ما يخمس سيصبح مالا حلالا في زمان الغيبة أباح إمامنا الخمس لنا فحينئذ لا يوجد شيء آخر مجرد نيتك في أنك تخرج الخمس من هذا المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام إذا كان إخراج الخمس محللا له ولكنك لا تخرجه الآن لأن إمامك قد أباح لك ذلك هذا هو الذي يحلله وأعتقد أن الكلام واضح وواضح جدا ترجمة نانسي قنقر